ده عمروط وقفلها ما بتأجرهاش ما بتتملكهاش ليه ما تتحولش في الوقت الحالي لكده ونشير من عنهم يعني مع عاطقهم الضرابة العقارية مسا طبعا يا فندم هو المشكلة التجهيزات بس يعني ممكن تتلقى العقار ده غير مجهز يعني موجود أغلب الناس اللي بتسيب العقارات فترة طويلة جدا ما تكونش كاملة التشتيب فأنت عشان تاخد فترة تشطب الوحدات من الداخل وترجع تفرشها أسرة والدورة عليها فده يعني طويل المدى لكن لو في بعض الناس النهاردة عندها قدرة أن تعرض ده مقابل درابة العقارية أو مقابل درابة الدولة يعني هترحها بشكل كبير جدا على ألا يكون العقار ده في منطقة سكنية أهلة لأنه دايماً وأبداً لما بتصاب حالة في أي منطقة سكنية الناس بيصيبها رعب كبير جداً وعايزين حملاء تطهير وعايزين الشارع نقلانين مشي في الشارع بيحصل نوع من الرعب فبالتالي إن كنت عندما بتجي الدور النهاردة بتدور المكان يكون مستقل اللي يكون لي أسور بعيدة يعني عشان كده الدولة خدت في أكثر بحاجة أنها هتبدأ تفكر في مدن الطلبة أن ما هيكون النهاردة سكن الطلبة هيكون موجودة أسرة وابتعب في التجيزات الطبية هتكون متواجدة بشكل أكبر الدولة بدأت تفكر في القوة البشرية لما بدأت نهاردة تفكر في تخريج دفعات استثنائية سواء من دكاترة الطب أو سواء حضرتك من الممرضين عشان يكون في قدرة بشرية تقدر تواجه المرض لأن بالفعل الجيش الأبيض يعني بيصدر ملحمة محترمة جدا النهاردة في الأزمة الحالية والناس النهاردة فقدت كثير من الشهداء وزي ما الجيش المصري أقدم شهداء أيضا الجيش الأبيض بيقدم شهداء في هذا التوقيت الحالي وبالتالي الفكرة جيدة جدا ولكن لابد النهاردة ندرس محتوى أنا كنت اتكلمت قبل كده لتحويل المدارس أو تحويل يعني مراكز الشباب أو غيرها اللي برضو لأماكن عزل الفكرة بتترس النهاردة إذا احتاجتها الدولة يبقى النهاردة في أسرة موجودة بس تكون أماكن عزل للناس اللي هي مثلا عندها يعني واخد بالحضر غرفة واحدة أو غرفتين فخايفين العدوى تنتشر فهتبقى معزولين لتلقي العلاج ليس أكثر زي العزل المنزلي فقط لكن مش هتقدر أنت تكون النهاردة جيب أكس يعني أنا بيبكسوجين وهتقدر تحرك الكلام زي كده ويكون عندك رعاية فهتبقى صعبة شوية بخلاف طبعا لما يكون في تجهزات في المدر الجمعية ككل النهاردة سواء طلبة أو طالبات هيكون أيصر ولكن الدولة عندها على فكرة رؤية كبيرة جدا زي الخيام التي تعمل في مساحات متسعة مساحات الحضاق الموجودة داخل المستشفيات ممكن يتعمل فيها زي مخيمات وتبقى برضو فيها أسرة عزل إذا الأمر تفاقم أنا بقول لحضرتك حاجة بدأت الدولة تحول المستشفات العامة والمستشفات المركزية لمستشفات عزل عندنا مستشفى بولاء الدكرور مثلا كمستشفى وأنا مش عايز أتكلم عن الخاص على العام كانت فيها 207 سرير كنا طرحنا الكلام ده وتحورتنا مع مدير المستشفى ومع وكيل وزارة المشكلة المصاعد اللي موجودة فيها فيه بعض المصاعد معطلة فاليومين دولة فيه ضغط على إصلاح المصاعد عشان يتم تحويل المستشفى بولاء الدكرور بالكامل المستشفى عزل لأن كمان احنا نقلنا كل العيادات اللي فيها العيادات خارجية في المراكز الصحية والمراكز الحضرية لداخل الدائرة وبالتالي المستشفى تستطيع النهاردة استيعاب عدد كبير جدا من كل دايرة من كل مكان يعني بيكون فيه مواطنين وبالتالي نقدر بالفعل نواجه الأزمة دي بخلاف فيه بعض المستشفى الخاصة دخلت الخدمة ودولة بدأت تحدد قيمة سعرية النهاردة عشان تخفف العيب على المواطن فالفترة اللي جاية إن شاء الله تعالى هتكون الأمور أفضل بخلاف لو هو بحنا نتكلم على اللقاح البلازمة وغيرها هي أن تبدأ تستخدم فنسب الشفاء تبقى مرتفعة أكثر رغبنا الحمد لله تعالى نسب التعافي والشفاء عندنا قوية جدا فإن شاء الله تعالى هكون الاحتياج للفترة اللي جاية قل بكتير جدا وعندنا أمل كبير جدا في ربنا يعني كده إن إحنا الفترة اللي جاية مع السخدام الكمامة مع هذا الأمر إن الحدة تقل شوية كان فاضل أسبوع في أقصى الزروة للإصابة إن الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ينتهي وبعدها الأسبوع اللي بعده نبدأ نلقى المعادلات منخفضة بشكل أكبر أنا كنت عايز أقول لك يعني كان عندي إحساس إن الأسبوع الفترة كان أصعب من الأسبوع الحالي رغم أن المعدلات إحنا شايفين قوية حتى الحدة قادمة شوية لأن الشباب قائم بدور محترم جدا بعضر يعني الشباب المحترم جدا بدأ جيب يعني أنا بيب أكسوجين وبدأ يوزح الناس البصداء في البيوت فبدأ يقوم بدور مجتمعي مع الدولة في دعمها بدأ يقوم النهاردة لعلاج اللي ما كانش موجود بدأ يتواجد فبدأت الناس توصل علاج للمصابين فإن شاء الله تعالى يعني هيحصل تعافي حتى الناس اللي بتاخد جرعات أكسوجين بالإضافة لبعض العلاج تحت شرف طبي هيدي النهاردة إن شاء الله تعالى نفس للدولة تلتقط الأنفاس وتبدأ النهاردة تواجه الأرقام مش مقيفة النهاردة يعني في زيادة 200 عن إمبارح أفنم لا بس أقل ما قبل أبيك ألف خمسمائة وشوة يعني ناخدنا تلات يام الكيرف ألب كتير قال لنا كنا ألف ومية وكذا مرة ألف وثلاثمية لكن المتين دول